أنا أربط نفسي واسمي في واحد من سياسيينكم لمعافلين اللي الشعب متفل عليهم بعدما نشرت الفنانة الكويتية شمس فيديو يحمل كلمات نبية وموسيقى بحق مسؤولين عراقيين ردا على شاءات زواجها بشخصية مهمة تحركت السلطات وقررت منعها من الغناء داخل البلاد لمدة عام أعلنت نقابة الفنانين العراقيين اليوم منع الفنانة شمس الكويتية من مزولة العمل الفني داخل دولة العراق لمدة سنة وقالت النقابة في وثيقة جاء فيها نظرا لقيام المدعوة شمس بندرني في الأسلام شمس الكويتية بالتلفز بألفاظ نبية وتهجمها على سياسي البلد وإعلامه من خلال مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما يدل على تدني وعيها وعدم احترامها للآخرين عكس بذلك صورة سيئة لأخلاء الفناء وصفه سفيرا لبلده وذكرت إنه نتيجة لهذا التصرف تعلن نقابة الفنانين العراقيين منعها من مزولة أي نشاط داخل العراق لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار والتواصل مع السلطات الأمنية المختصة لإصدار قرار بمنعها من دخول الأراضي العراقية ولفتت إلى إنه إذا تقرر الإساءة سيتم اللجوء إلى المحاكمة المختصة كانت الفنانة شمس الكويتية قد تهجمت على سياسي العراق بعد ربط اسمها بالزواج سرا مع أحد السياسيين في البلاد وخرجت بفيديو موسيق وهي تقول كلمات نابية بحق السياسيين العراقيين كما ختمت المقطع المصور بالبسك يعرف عن شمس الكويتية إصارتها للجدل بمواضيع ارتباطها والزواج ففي وقت سابق عبر حسابها على موقع تويتر الزواج على الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة ميكروسوفت بالجنس كانت المغنية التي تزوجت في السابق قد أكدت مؤخرا إنها عزباء وقالت في إحدى مقابلاتها إن كل الأشخاص الذين ارتبطت بهم لهم ثقل اجتماعي وسياسي فأنا لا أرتبط بشخص عادي كما شددت على عدم قبولها بالارتباط بشخص متزوج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر